أنت سفرت بنتك على أمريكا صحيح وعيشتها بحالة أنه بديك تفتحي لمكتب هندسي بأمريكا بزوجك رحت لأي مجال حتى تخبي عنه المرض رحت دكتور بوستاني كان جاي من أمريكا قلت له دكتور دخيلك أنا جوزي ما بيحمل يكون بديمو جوزي مؤمن وجينا مؤمنة كتير أنا إيماني جيد بس مش بالتقاء كتير عالي مع الله بلتقى معه بأشياء وبخينه وإيام بأشياء بعد ما تركني بهذا المطرح اللي هو ما قاله دخل نحنا منقول تركنا وسهو مش مصبوط ما بقدر أقلك شو معناته أنك تجي تصارحي شخصا أنه بديموت كنت عم عيشها كنت عم عيش هيدا الصراع يعني كنت تغطيله المريات بالبيت بجرايت حتى ما يشوف حاله لهون وصلت هيدا بالمستشفى كنت شيل المجال اللي يتلزقون لما بدي قوموا على الحميم كرش حده لحتى يقوم يقل لي سكرتي المريات قاله لأنه أنت طالع بكرة واللي بعده واللي بعده لحيشي ونطلع ما بديك تشوف حالك ضعفت لأنه عم يعطوك أدوية هو حس بالضعف حس بالضعف لما دع صديق لأله اسمه عبدو أرباني قاله بديك تكتب باسم ليلى هالطوابع الاثنين يلي بتدينا حياتنا فيهم يلي المكان اللي تزوجت فيه وكان بمرحلة لاحقة طلب سيارة دق لفريد لبكة وقال له يلي هو بيسجل السيارات كصديق لأله قال له سجل السيارة باسم ليلى أما بالنسبة للشركة هو كان عنده 75% وأنا كان عندي 25% ترك لأله 2% وعطى الأقسام كلها لألي مع حق للبنات ب10% يعني هايدي يعني كان ترك عارف أنه بقيله 2% رغم أنه سوري عم بقطع عارف كان أنه بدي روح بالرغم أنه كذبت علي أما بتجينا بوقت عبده كان عبده يخذ كتير عقارات يشتري عقارات يشتري أملك يعرف أنه الحياة تلق لهم ما كانت القدرة قد وقت تجينا وقت تجينا اجت لتموت كنت أنا عم بيشتغل كتير وكان أسمر إشياء اللي جوزي تركها أني قدر ارتاح فيها أخذتها على أمريكا وأنا عارفتها متوفية وأنه ستيج فور لحتى متقلي أرفوار وما نحكي مع بعض ناعد اللحظة وما عيشها ولما رحت عند الدكتور لقل له بليز متقلا أنه مريضة قال لي ما فيه كان دكتور فضله قال لي أنا فضله خوري اللي عم يتجي مع المركانية قال لي أنا ما فيه إلا ما قال له لما فاتت لعنده وظهر قال لي ما قلت له قلت له وثانكيو دكتور قال لي بتعرفي ليش ليلا قلت له ليش قال لي لأ أنا أول شيء قلت لي إذا أنا عموت بليز ما تقول للماما قلت له